اشتركوا في القناة كلنا يا بخت الانسان اللي بيصدق كل حاجة ربنا بيقول هالو ده ببساطة الاية معناها كده يا بخت اللي بيصدق كل حاجة ربنا بيقول هالو طيب ربنا بيقول لنا بيقول لنا حاجات كتير او ربنا بيبعت لكل واحد فينا كل يوم رسائل يومية بيبعت لكل واحد رسالة حلوة من خلال الانجيل من خلال الصلاة من خلال الكنيسة من خلال العذاب من خلال الاحداث الحالي يومية مين فينا اللي بياخد الرسائل دي إنها حقيقة إنها فعلا تحصل إنها مهما كانت ربنا يقدر يعملها مهما كانت فيها صعوبة أو فيها حتى لو العالم قال عليها إنها ما ينفعش غير مستطاع لكن عند ربنا كل شيء مستطاع يبخت الإنسان اللي بيصدق كل حاجة ربنا بيبعتها لطوبة التي آمنت طبعا ده كلام ده عن الأمنا العذرة والدت الإله طوبة التي آمنت أن يتم مقيلة لها من قبل الرب معلمنا بولس في سفر العمال صح 27 حصل إنه السفينة كانت في خطر كبير قوي وبعدين ظهر له ملاك الرب وقال له ما حدش من السفينة هيهلك كل الناس هتنجو وقال الرح هو بعد كده قال الكلام ده للقائد المئة وللبحارة وقال قال بقى آية جميلة قوي كمان قال أنا أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي أنا أمسدق بقى في ربنا إلهي ده إنه هو زي ما تقليه يتنفس بالزبط هيحصل بالزبط عشان كده برضو في رسالة كنثو الثانية صح 1 يقول له أنه لأنه مهما كانت موعيد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا مهما كانت وعود ربنا ربنا فيه النعم ربنا يقدر يحقق كل حاجة لكل واحد فينا فيبخت الإنسان اللي بيسدق وبيؤمن وبيثق في وعود ربنا لي وأن ربنا ما يقول له حاجة يعرف أن ربنا فعلا يقدر يحقق الوعد ده ونتمثل بأمنا كلنا وفخر جنسنا والدت الإله القديسة عذراء مريم لما قالت عليها قديسة الإصابات في لوقة 1-45 طوبة للتي آمنت أن يتم مقيلة لها من قبل الرب لإلهنا كل مجد وكرم لأبد أمين